كل يضيف رؤى للنجاح و يثري بها ما جلس الابتكار فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشار و طوبى لمن في هداه استشار بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و رحمته و بركاته طابت أوقاتكم جميعا بكل خير و أهلا بكم إلى زاد الأسرة عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع الأسرة و الميراث في البداية مشاهدين الكرام دعونا أن نرحب بضيف حلقتنا الدكتور خالد بن عيد الجريسي رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى فأهلا و سهلا و مرحبا بكم دكتور خالد مرحبا بكم و مرحبا بأبي عمر أهلا بأسهل تركي حياتكم الله و حياتكم الله و مشاهدين الكرام و نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول و العمل و نجعل ما نقول في هذا اللقاء لقاء موفقا و أن يكون نعفعا لنا أولا و للإخوة المشاهدين جميعا بذن الله تعالى اللهم أمين بذن الله سبحانه و تعالى مشاهدين الكرام الإرث في الإسلام قوانين و توجيهات مذكورة في القرآن الكريم تحدد أصول تطبيق الميراث و لقد أولى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا و عمل على تحديد فروض الإرث و الورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء و الكبار دون الصغار نسلط الضوء خلال هذه الحلقة على أبرز أحكام الوصية و الموارث و ما هي الإجراءات الشرعية المانعة للنزاعات المالية بالإضافة إلى استعراض بعض الوصايا و النصائح حول أحكام الميراث و تطبيقاتها مشاهدين الكرام نسعد باستقبال أسئلتكم و استشاراتكم عبر الأقام الاتصال التي تظهر تباعا على الشاشة كما نسعد بمشاركتكم على شبكات التواصل الاجتماعي و الإجابة على السؤال التفاعلي قال تعالى و الصلح خير برأيك ما الإجراءات التي تمنع الخلافات العائلية في الميراث أهلا و سهلا و مرحبا بكم مشاهدين الكرام دكتور خالد أحجاكم الله الله يسعدك و بارك فيك أحكام الإرث في الإسلام لو حدثتنا في بداية حلقتنا عن هذه الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى و شرعها في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين نذنت لي قبل حديث عن أحكام الإرث نذكر أن عناية الإسلام يتعلق بالمال في شأن الأسرة المال إذا وجد فإنه مدعاه لحصول الإشكال و لذلك في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عقل هذا المعنى و أشار إليه يقول كنا إخوتان ثم دخلت علينا الدنيا فحصل بيني و بين أخي كعب شيء فعلّل أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن الخلاف و النزاع إنما حصل بينه و بين أخيه لوجود ماذا؟ المال فالمال كما قال عليه الصلاة و السلام خاضرة حلوة و هذا المال له في النفوس تعلق و إذا جاء في الحيث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان ابن آدم وادياني من ذهب لتمنى واديا ثالثا و لا يملأ فمن آدم إلا التراب و لا يملأ جوفه إلا التراب هذا المال قال الله عز وجل عنه و تحبون المال حبا جمع فإذا وجدنا أن الشريعة راعت هذا المال في الأسر لماذا؟ لأن الأسر هي أساس المجتمع المسلم فإذا كانت الأسر متماسكة فإن المجتمع سيكون مجتمعا مثاليا صالحا متماسكا الذي ينخر في عظم الأسر المال و الذي يعينه على الخير المال هذا المال إذا استخدامه كان خيرا و إذا أسيه أصبح شرا و لذلك من مأثور تراثنا كما أخرج ابن أبي الدنيا أخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد موسيب رحمه الله أنه قال لا خيرا و انظر هذا يعني بعض الناس تصور أن المال إشكال و أن جمع المال هذا أبي الدنيا عن سعيد موسيب يقول لا خيرا في من لا يحب المال لا خيرا في من لا يحب المال فطرة دكتور هذا فطرة و لا خيرا في من لا يجمعه قال يصل به رحمه و يصون به وجهه و يقري به ضيفه إذن في تراثه الإسلامي حظ على جمع المال لأمر معين و صلة الرحم للبقاء الأسر فإذا كان المال موجبا لصلة الرحم و تلاحم الأسرة كان مأمورا به في الشريعة و إذا عاد هذا المال على تفرق الأسرة أصبح في الشريعة مذموما و إذا قال عليه الصلاة و السلام نعم المال الصالح لعبد الصالح و لما حضرت الوفاة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بنيه و قال أوصيكم باصطناع المال وصيكم باصطناع المال هذه وصية صحيحة للمال في تراثه الإسلامي قال و سودوا كبيركم فإنكم إذا لم تفعلوا قال هنتم عند عدوكم و حقاركم صديقكم فيحقركم الصديق و تهون عند العدو و هذه المقدمة التي ذكرت ألمع من خلالها على شأن هذا المال في العدل بين الأولاد نجد أن هذا المال إذا كان في حياة الأب و في وجوده إن لم يرعي هذا الشأن أحدث بغضاء وعداء من الإخوة فكيف لك بعد مماته الأب و الأم ظل يستظل به الأبناء في وجود الأب و الأم اجتماع للقلوب و كما يقول بعضهم يقول الإخوة بعد الوالدين جيران و إلا هم تحت مضلة الأب و الأم هم إخوة و يحب و رحم إن ترحم فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء و كما يقول شوقي لا رحمه الله فالأم و الأب هما اللذان إذا وجد يكون مرجوع الأبناء في النزاعات إليهما و مع ذلك لما أرادت بنت رواحة رضي الله عنها أن ينحل النعمان أن ينحل بشير النعمان ينحله نحلة من مال قالت له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم كان فرص حيح فجاء والد النعمان للنبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة و إِن بنت رواحة قد طلبت مني أن أشهدك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكل بنيك نحلتهم نحلة كالنعمان قال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تشفدني على جور في لفظ قال أشهد على هذا غيري و في لفظ قال عليه الصلاة و السلام و هذا محل الشاهد قال أيا سرك أن يكون في البر سواء فإذا رد الأب أن يكون الأبناء في البر سواء يجب عليه أن يعدل بينهم في العطية و لذلك عمرو عبد العزيز كان له ولد يحبه حبا جما فأخذه و ضمه و قبله و قال يا ابني إني له أحبك و لكن لا أستطيع أن أفضلك على إخوتك بلقمة واحدة دكتور خالد كلام جميل و رائع و ذكرت دكتور أن الإسلام حث على العدل في حال حياة الأب فهذا مباب أولى حتى أن بعد موته لا يدب الخلاف بين الأبناء و يحدث النزاع و لذلك النبي صلى الله عليه و سلم في شأن وصية فالمرء له تصرف في ماله في حياته و بعد مماته و له شيء يتصرف بالمال و هو المراث الذي يبقى بعده من غير إذنه الذي يكون بإذنه إما عطيه في حياته و إما وصية بعد مماته و لذلك جاء الإسلام برعاية هذا و ذاك أما المراث في الحقيقة لها شأن للرجل فيه أو للمرأة المراث هذا ماء الوارث أما الرجل أو المرأة فإن ماله هو الذي كما قال عليه الصلاة و السلام يقول من عدم مالي مالي و ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو تصدق فأبقى أو لبس فأبلى هذا المال الذي له فقط إما مأكل أو ملبوس أو متصدق به ما عدى ذلك هو أمام الوارث الوصية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نعى الوصية لوارث لأن هذا من أسباب البغضاء و العداء و النزاع بين الورثة و لذلك جمهور العلماء رحمه الله منعوا من ذلك و قيدوا لإذن الجواز إذا رضي الورثة و من أهل العلم من يقول لا يجوز أن يؤصى لوارث و لو رضي الورثة و لا تنفذ لأنهم ربما أذنوا حياء و ربما أذنوا في بادي الأمر و تعالى بعد موت الميت ربما تكون النفوس لينة فبعد ذلك يعود لهم ما في قلوب من حب الدنيا فيعودون على أخيهم بالعداء و البغضاء و لذلك قال بعض العلماء قال إن أصحاب المال قال إن أصحاب المال يخطئون على أنفسهم مرتين يبخلون في حياتهم بمالهم و يخطئون في وصيتهم بالمال إما أن يوصوا لوارث و إما أن يوصوا بكثير من المال و ينقصوا عن الوارث و لذلك لما جاء ساعد النبي صلى الله عليه وسلم و رضا أن يصدق بماله كله لأنه ليس له وارث إلا بنيات فقال عليه الصلاة و السلام لما نزل معه إلى الثلث قال الثلث و الثلث ماذا كثير ثم قال ابن عباس رضي الله عنه و جدت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع هذا في شأن وصية الوصية في المال عودا على بد الشريعة جعلت للمال قوام المال قوام و لذلك أوصت به فلا يصح لصاحب المال أن يمنع ورثته إن كنا نتكلم نحن عن الأبناء و تصرف الوارث في المال و عدم حصول النزاعات بينهم بسبب المال كذلك نوصي صاحب المال ألا يضيق على ورثته بالوصايا فإن بعض الناس في حياته يمسك و إذا شعر بالموت تصدق بكثير من ماله و أضر بالورثة و النبي صلى الله عليه و سلم قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس فترك الورثة عالة هذا مما يضر بهم فربما عاد عليهم بالعقوق و عدم الدعاء لهذا الأب و هذا الميت و لذلك ينبغي للراجل في وصيته ألا يزيد قال علماء ربما تكون وصية واجبة ألا أنا أبا عمر نعم من الإشكالة تحصل النزاعات بسبب المال في المراث أن الله عز وجل كما تعلم قدم في كتابه الكريم الوصية و الدين و قال من بعد وصية يوصى بها أو دين ألا الوصية هل تجب العلماء يقولون لا تجب الوصية لفي أحوال من هذه الأحوال إذا كان على المرء دين لا بيّنة فيه لأنه إن مات المرء و عليه دين ولا بيّنة فيه فإذا جاء صاحب الحق يطال بحقه لا بيّنة لا بيّنة الورثة ينقسمون إلى قسمين من الورثة من يقول قد توفي من ورثناه إن كان أبا أو أما أو أبنا أو أخا قال قد توفي من ورثناه و إنه قد ترك لنا مالا فنبرئ ذمته و نعطي هذا الرجل أو هذا المدعي المال الآخر يقول لا إن هذا لا بيّنة له فلا نعطيه ما الذي يحصب الأخوة إذن هنا الخلاف الخلاف و يدب إليهم هذا في شأن الوارث أما في شأنه هو فإن نفسه محبوسة في ديني حتى يقضى عنه و لذلك يجب على من كان عليه دين أن يكتب وصيته و لذا قال عليه الصلاة و السلام كبير عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال ما حق من المسلم لو شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند عأسه حسنتم دكتور خالد على هذا الإضاحة الجميل في أحكام الإرض و أهمية كتابة الوصية غالب دكتور خالد المشاكل تدب بسبب يعني التقصير في جانب كتابة الوصية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له وصية لوارث لاحظ البعد بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الوصية التي تقولها الأبناء مثلا بعد موت أبيهم في موضوع المال أول حقيقة نحن نقول كما قلنا أن الإسلام عني بالعدل و كما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل و الإحسان و القاعد عند العلماء العدل واجب و الإحسان مستحب هذا القاعد إذا كانت على ذكر من كل ابنهم منا فإنه لن يضمن شيئا و إذا كان السلف رحمه الله إذا قبل أحدهم أحد أبنائه قبل الآخر هذا ليشارهم جميعا بالعدل فلا يحصل وغر في الصدور إذا مات الميت فإن هذا المال المال إرث وتركة تبقى بعده هذا الإرث وتركة الشريعة بيّنت أحكامه بيانا تاما و قد بيّنه الله عز وجل من فوق سبع سماوات و إن كان الأنبياء آمنة و نقلة حق و لا ينطقون إلا بالوحي إلا أنه لعظم شان هذا المراث فإن الله تعالى قسمه و بيّن أحكامه و ختم الآيات بقوله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فهو سبحانه و تعالى يعلم حال الناس و يعلم ما يكون في نفوسه من حب المال و يعلم ما يحصل لهم من أحوال في نزاعاتهم و ما عدا ذلك و من حكماته سبحانه و تعالى أن قسم المال على هذه القسمة و لما ذكر في آية الكلالة ذكر في خاتمتها قال سبحانه و تعالى يُبَيِّن الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيء عليم فالذي تولى قسمة المراث هو سبحانه و تعالى لم يكن لا للأنبياء ولا لغير أبدا و لذلك عقل العلماء هذا المعنى يذكر من جوزي رحمه الله في سير سلافنا الصالحين أن امرأة توفي زوجها و كانت تعزن العجين لأولادها فلما بلغها النبأ كفت عن العجين و لم تطعمه الذراري و الأولاد و قالت لنا في هذا العجين شركة الله و أخرى كانت توقد المصباح من الزيت و لما بلغها نبأ وفاة الزوج أطفأت المصباح و قالت لنا في الزيت شركة هذا المعنى كيف لو أقله اليوم الناس هذا الابن معه سيارة من مال الأب يعلم الابن تماما أن له في السيارة شركة قد يسكن في بيته نعم و هذه الزوجة يقلونه زوجات مثلا فهذه الزوجة و هذا الابن يكون في البيت يعلم أن له في المنزل شركة فإذا أول قضية تدفع النزاعات في موضوع المراث أن يعلم المرء أن له في هذا المال شركة و أنه ليس له حق أن يستأثر بشيء من هذا المال لأن الذي بيّن ذلك هو الله عز وجل و ربما كان في أهل هذا المراث الذين يستحقون و كان يتيما و الله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال يتام ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا إذن إنما هو أكل النار ينبغى أن يعقل الناس أن قضية المراث قضية ليست اختيارية هذا أمر بيّنه الله من فوق سبع سماوات و بلّغه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث جاءت في قسمة مراث البنات و كذلك بيّن حذر الله عز وجل تحذيرا شديدا من أكل مال يتيم لأنه ربما كان من الورثة من كان دون البلوغ فهذا يتيم و إذا أخذ شيء من ماله فإنه من أكل لمال يتيم أليس المنزل لجميع فإذا اختص به مرؤون دون رضا البقية و كان من البقية أيتام و ربما يخشى عليه أن يكون من أكل أموال يتامة ظلمة فينبغي أن نكون على وراء و حتى نجتنب هذه الخلافات الوازع الديني كفيل أن يمنع الناس عن ظلم بعضهم لبعض جميل دكتور خالد طيب دكتور ما هي أسباب الخلافات في الميراث في الأسر صحيح إن هناك أسباب قد تجهل بعض الأسر و قد حين يتعمدون و لعل في دردش الحديث نعلى هذه الأسباب لا شك صحيح الأسباب كثيرة لكن أنا دوما أعول في كل أمر على الوازع الدين تقوى الله تقوى الله عز وجل إذا قرت في القلوب عرف المر ما له و ما عليه لذلك الله ختم في نهاية آيات المواريث قال تلك حدود الله أحسن تلك حدود الله و لذلك توعد من تعداها أنه بعذاب جهنم و عذاب أليم و من هنا من هنا نعلم أن الوازع الديني هو الذي يمنع المر من ذلك لماذا لأن الظلم كما يقال الظلم تحت كل جنح و المتنبي يقول و الظلم من شيء من نفوس و إن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلم المر و ربما يكون ظالما كما في أصل خلقاته ظلوما جهولا فإذا ما ردته التقوى و منعته و حجزته فإنه سيبسط يده على هذا المال لعلنا نكمل باقي النقاط في أسباب الخلافات في الميرات الدكتور بعد هذا الاتصال نأخذ اتصال معنا أخينا محمد من مصر أهلا وسهلا بك أخي محمد أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك توفى والدي نعم توفى والدي وترك لي خمس بنات و ولد جميل تمام ما السؤال محمد و ولد خمس بنات و ابن السؤال في الكبيرة تزوجت في حياة والدي طي سؤالك ما هو باقي أربعة طيب سؤالك ما هو باقي أربعة والحين بنوزع المراس هل يجوز أيوة باقي أربعة هل يجوز هل يجوز إن أنا شورتهم تخسم التشوير من مراسهم تخسم ماذا قيمة الجهاز أنا عندنا قاس و مصر بكلفت لكم متى ألف و كده وضح سؤال طيب وضح السؤال للشيخ فيه سؤال ثاني يا أخي محمد لا أخلا طيب شكرا شكرا محمد شكرا لعلك سمعت سؤال دكتور عنده خمس أخوات أربع بنات و ابن و يقول إنه يخسم قيمة جهاز الأسوال واضح واضح السؤال الأخ محمد من مصر يذكر بأن والده قد توفي و ترك لهم مالا و له أخوات و له أخنا أيضا و ربما كان هو المقصود أما من حيث التقسيم فلا أظن أن هنا مناسب أن نذكر قسمة الميراث في برنامجه لأن قسمة الميراث ليس هذا موضوعا نعم ليس هذا موضوعا و أيضا تحتاج إلى حاصل الوارث من الوارث ولذلك هذه لكن من حيث الإجمال و السؤال فإن المال بعد الموت و حقه للورثة و الوارثة إذا كانوا بالغين و ليس فيهم من كان دون البلوغ فلهم الحق بالتصرف في هذا المال من حيث الهبة أو العطية أو أخذ المال و إنفاق المال فإذا ترى رضي الجميع من الأخوات و من الأخ اللي من على إنفاق هذا المال على أختهم و على إكمال تجهيزها و ما يختص بزفافها فإن هذا من الإحسان منهم إلى أختهم و هو جائز و لكني ننبع على أمر أو ننبع الأخ محمد و هو مناسب جدا أن ننبع على الآن و من أسباب حصول الخصومة في الميراث و هو أن بعض الناس ربما كان من يسور الحال ألا أصوأ أن الميت إذا مات و رثته يستحقون المال أن يبادر بأموره الأمر الأول أن يبادر بوفاء دينه لماذا؟ لأن في بقائه مدينا حبس لنفسه عن النعيم و لذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال يابي قد هذا الآن بردت عليه جلدته لما وفى الدين الثاني أن تؤدى الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين ما أن تكون هذه الوصية فيها إثم أو عدوان الثالث أن يقسم المال فإن بعض الناس إذا مات ميتهم جرت عندهم عادات لا صلاة في الشريعة يقولون إذا قسمنا المال مباشرة من موت الميت فإن الناس تتحدث عنه و تقول هؤلاء فارحوا بموت مورثهم هذا الحاصل و هذا حقيقة هذا من الجهل جهدت أمور أولا إن الميت إذا مات هل يعلم مما يجري فوق الأرض؟ الميت إذا مات لا يدري من حين نزع روحه أقسم المال بعد يوم أو أقسم بعد أهر لا يعلم بذلك فليس في تأخيركم لتقسيم الميراث برا بميتكم من أكبر دكتور خالد النزاعات في الميراث تأخير تقسيم التاريخ أحسنتم و لذلك هذا من الخطأ و الجهل يؤخره لعلل غير صحيحة يقول هذا من البر به نقول ولا يعلم عنكم هذا أولا يقول ندرأ كلام الناس إن الناس لا يعنيهم ما يكون من شأنكم و أيضا إن تأخير أعطائك أصحاب الحق الحق هذا من الإثم فإذا كان وصي على هذا المال هو الأخ الأكبر مثلا فإنه لا يجوز له أن يؤخر الحق عن أهلي و مستحقيه إذا قال عليه الصلاة و السلام فيما يروع عنه أعطي الأجيرة حقه قبل نجفة عرقه فإن أي تأخير لمستحق من هذا المال عن وقته يدخل في ما يكسبه من الإثم و السوء و لذلك أقول بعض الناس يؤخر تقسيم الميراث و هذا له حديث طويل مهم جدا إن بقاء المال و بقاء الشركة في هذا المال يورث كثيرا من العداء و العناء دكتور بعض الناس عشرين سنة ثلاثين سنة يؤخر توجيح تلك صحيح موجود و هذا له أسباب ليس لها أصل من الشرع الله تعالى قال و إن كثير من الخلطاء يريد بعضهم على بعض إلى الذين آمن و عملوا الصالحات ثم قال ماذا و قليل ما هم أن يبقى هذا المال مشاعن بين الإخوة جميعا لا يقسم لعشرات السنوات أو لسنوات كثيرة هذا يحدث البغضاء و العداء بسبب الشركة لأن كثير من الخلطاء يريد بعضهم على بعض ثانيا يمنع صاحب الحق من حقه فربما كان بعض الإخوة ميسور الحال فلا يضره أن يؤخر التقسيم لسنتين أو سنتين أو ثلاث و هنا يحصل الضرر و هنا أنبأ الأخ محمد السائل ربما كان هم يسور الحال و الأخوات مكسورات الجناح ليس لديهن مال و أزواجهم فقراء فيحتاجون هذا المال فيأتيهم بسيف الحياة و يقول ما رأيكم أن نعطي هذا المال سيف الحياة دكتور سنأخذه بعد الفاصل لأن هذا كثير يقع فيه الأسر في هذا الجانب مشاهدين الكرام فاصلوا ثم نعود فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن في هداه استشاء أعودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم و كثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها و يحسن القيام بها و منها الإنفاق في الخير و حب الصدقة وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء و تحفيزهم عليها منها ذكر الآيات و الأحاديث التي ترغب في الصدقة و تبين عظيم فضلها سرد القصص النبوي عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة و ممتعة تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه من جود و حب للإنفاق في سبيل الله تعالى إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل و العطاء و إعانة المحتاجين التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم و ليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة فأنعم بهم في الورى أسرة و طوبى لمن فيه أهلا و سهلا و مرحب بكم و مشاهدين الكرام مرة أخرى أعدنا إليكم فمرحبا بكم حياك الله دكتور حياكم الله حياكم الله صلى الله عليه وسلم طبعا كنا قبل فرصة الدكتورة تحدث عن سيف الحياء و قد تحرم البنت يا دكتور خلالا إذا كانت متزوجة تحرم من الميراد عندها زوجها و قد البنت تستحي و لا تطالب بحقها هو يا أبا عمر إذا مات الميت ينبغي أن يعلم أن المال لم يعد مالا له كمين؟ يتصور بعض الناس أن الميت إذا مات ما زال هو ملتحفا بعباءة أبيه يقول هذا مال أبينا أو هذا مال أخينا أو هذا مال أمنا إذا مات الميت لم يعد المال له و انقاطعت علائقه به انتقلت ملكيته إلى الورثة إلى الورثة تماما و أصبح هذا المال للبنت نصيب و للأخي نصيب و يجب على من تولى الوصاية أن يعطيهم حقه مبكرا و بعضهم كما أسلفت يأخذ بسيف الحياة هو يكون ميسور الحال فإذا مات ميتهم و ترك مبلغا من المال أشار على بقية الورثة قال ما رأيكم أن نبني مسجدا لأبينا ما رأيكم أن نجعل وقفا لأمنا ما رأيكم أن نفعل كذا أقول هذا يؤخذ منهم بسيف الحياة فهم استغنين و أما إخوته فربما كانوا فقراهم أحوج و لذلك العلماء قالوا إذا كان المرء له مال كثير و عنده ورثة أغنية يباح له أن يوصي و يستحب أن يوصي أما إذا كان ماله قليلا و ورثته فقراء فإن الأولى في حقه و شأنه ألا يوصي بالكثير لأن بقاء الورثة في سعة من مالهم و أمرهم خير من إنفاقه في وجوه البر و كذلك ما يحصل من حبس المال عن البنات خصوصا هذا من الإشكال الكبير و النبي صلى الله عليه و سلم رؤيا عنه و كان في المسند أنه قال وحر إني وحرج حق الضعيفين المرأة و اليتيم المرأة و اليتيم فالضعيفين الضعيفان هم المرأة و اليتيم المرأة و بعض الناس يمنعها من حقها يرى أنها لا تحسن تصرف و تكون هذه المرأة ربما متزوجة و عندها أبناء يحبس لها المال لا أدري لماذا ينتظر ينتظر أن تموت أو ينتظر أن تهرم و لا تستمتع بمالها و لا تستفيد منه و عنده اعتقاد داخلي أنه إذا بدل المال لأخته أو لهذه المرأة أن المال ينتفع به الأزواج و يقول بلسان مقاله أو لسان حاله هذا مال أبينا كيف ينتفع به الأغربون و الغرباء هذا حقيقة من الجاهلية الجهلاء و أيضا المرأة ربما تكون حيية ضعيفة لا تطلب الأصل أن الولي و أن الوصية على هذا المال أن يعطي كل ذي حق حقه و ليس بالضرورة يا أستاذ تركي أن يعطى المال و تعطى الوصايا الكبير و ما كان الكبير ضعيفا في متابعة و المجرعات و ما كان الكبير مشغولا فبعض الناس اعتادوا أن الوصايا على المال تكون الكبير فيجوز أن يكون الوصي الأخ الأصغر إذا كان أدرى بتقليب المال و تحريكه إذا كان أقدر على جمع المعاملات و إنهائها الأكفى الأكفى يا دكتور الأكفى و يجوز أن يكون الوصي المرأة إذا مات الزوج مثلا و ترك أبناء و ترك صغار و ترك أم لا بأس على الصحيح أن تكون الأم في الوصية على هذا المال فإن المعيار الذي جعل في القرآن إن خير من استاجرت القوي الأمين و من كان قويا أمينا كان حقا بالوصايا على المال دكتور أحسنت نبيل من حرج على حق الضعيفين و قال عمر له مقولة في الصغار قالت تجرب مال يتيم حتى لا تأكله الصدقة بالنسبة للنساء دكتور أحيان يمنع الحياة من تقدم شكوى يعني كلام الناس و يقولون فيها و بالله يعني لو أنها استطاعت أن تتقدم بشكوى لفعلت ذلك و كم من البيوت و أن تعلم يا دكتور فيها من حرموا من حقهم الشرعي نحن غير الزواج نتكلم حق الميراث صحيح بسبب سيف الحياة هذا صحيح لا شك و لذلك المال كما أسلفنا يجب على من ولي الوصايا عليه أن يقوم بالحق الواجب من الحق الواجب إذا نبهت إليه من قول عمر رضي الله عنه التجر في أموال يتاما و لا تأكلها الزكاة نعم فالصدقة تضر بمالهم في نقصه فيجب على من ولي أموالهم أن يتاجد لهم بالتجار التي تكون مأمونة لا يدخلوا بمخاطرة و ربما تعود عليهم بالنقص و كذلك يجب علي أن يعطي أصحاب الحق حقهم و لا يمارس عليهم الضغط و من هؤلاء المرة إذا كانت المرة لا تحسنوا التجارا يتاجد لها بطيب نفس منها وهي قضية يا أبا عمر إذا قرت عند الوصي تصرفت صرفا حقيقيا و أن يعلم أن المال هو حق لهم ما زال بعض الأوصياء يعتقد أن المال مال أبيه أو مال مورثه فيعطي من يشاء و يمنع من يشاء و يؤخر ما يشاء و يقدم ما يشاء و يريد أن يحسن و يضر و هذا ربما أحدث إشكالا أسريا آخر تكون هذه الأخت متزوجة و زوجها يكون فقيرا قليل ذات اليد و هذه المرأة وارثت عن أبيها ملايين الريالات و الوصي لا يعطيها المال الذي لها فإذا جاء تطلب من زوجها شيئا من المال ماذا يقول الزوج يقول عندك يا ميراث و أنا ما عندي شيء أخذي من ميراثك فهي تعود بين أمرين بين نارين أحلاهم أمر إن أصرت على زوجها حاصلت لها إشكال في بيتها و إن راجعت و عادت على أهلها تشاكلت مع أهلها و هذا كله كان بيد الوصي و الله دكتور بل بعض الإخوان من إذا أخته طلبت حقها الشرعي اخرجها من البيت هذا من كان سيء الخلق قرير الدين لكن بعض الإخوة من أهل الخلق و الدين و الأمانة و الرعاية لكنه أوتي من جهله و لم يؤتى من قلة دينه يظن أن هذا المال في وجوده عنده رعاية له الله تعالى ما جعلك وصيا إلا على يتيم صغير أو على سفيه أما من شب عن الطوق و بلغ و كان راشدا لا يحل لك أن تمسك ماله و لو كان بحسن نية أحسنتم دكتور أمن أستاذناك في فاصل عفونا اتصال معنا الأخت إيمان من ليبيا أهلا و سهلا و مرحبا بك السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته بحياك يا الله جزاكم الله خيرا ما عليش أنا بني أسأل الشيخ عن زكاة المال هل زكاة المال كل سنة أنه أنا لازم نزكي على المال انتاعي والله لما يطق الحول مثلا أنا عندي مال شغلته و رد علي بالفائدة و جاء موعد الزكاة بس شنو ما زال ما طقش الحول عندي المال هل تجي فيه الزكاة أو لا و هل سؤال تاني معلش هل المال الزكاة المجمد لي عندي مال مجمد له سنة بس أنا أخذت منه و رحت لي مثل عمرة أو أخذت منه علاج هل تجي فيه الزكاة و لأنه نقص ما تجي فيه الزكاة بس نبي توضيح في قصة الزكاة طيب سيجاوبك الشيخ خالد يجابه سريع على موضوع حلقة نحن الأسرة و الميرات لعله بس حتى نفيدها جوابه سريع الأختي ما أنه نقول بأن المال إذا كان مقلبا بالتجارة فإن حول النماء هو حول الأصل هي تذكر بأن المال مضى الحول على أصله لكن المكاسب التي قد تمت لم ينضي عليها الحول الفقه يقولون نماء التجارة حول أصله فإذا حان الحول لمالك جميعا أخرج زكاة الأصل مع زكاة الربح فتحسبين الأصل مثلا كان مئة ألف و ربحت خمسين ألف تجمعين المئة مع الخمسين وتخرجين زكاة الجميع وبالنسبة للمال المجمد تجب فيه الزكاة لأن هذا المال يدل بقاءه عندك لأنك مستغنية عنه فتجب عليك أن تقوم بزكاة و لو كان معدًا للعمرة أو للحج أو لبناء بيت أو لعلاج طالما أن هذا المال موفور و بلغ النصاب و مضى عليه حول فإن زكاة واجبة فيه في قول أهل العلم كافة رحمهم الله و لا أعلموا خالفا في هذه المأسرة و الله و عنا جزيكم الله خير دكتور خالد معنا محمد من مصر أهلا يا محمد لعله يوضح سؤال فضل محمد حياك الله دكتور خالد حياكم الله عشر محمد حياكم الله قبل شوية فسألتكم نعم من 24 سنة كان الأطفال خواتي أربع سنوات و ست سنوات و عشر سنوات تمام لو أنا وزعت المراس من 24 سنة هم سبع جرارية أرض لكل بنت سبع جرارية أرض زرعية نعم جميل نعم كانوا بقعوه و أقر بيه و شربوا بيه و تكسوا بيه و ما كانشي قفاهم نعم فأنا سبت الأطفال دي لما كبروا و ازوجهم آخر واحدة من زوجت سنان فبعد آخر واحدة ما ازوجت أنا بدأت أوزع المراد لا أحسنت أحسنت أنت لما كانوا أيتاما صغارا فأنت حفظت لهم المال نمى لهم و نميت هذا المال لهم و الواجب على الوصي أن لا يدفع المال للأيتام الله تعالى قال و لا توتوا السفاء و ما لكم التي جعل الله لكم قياما فيجب عليك أن تقوم بتنميته و القيام عليه فأنت أحسنت لكننا نتحدث عن منع المال بعد بلوغهم و بعد رشدهم أما إذا بلغوا و رشدوا و هم أذنوا لك باستثمار المال و تنميته أنت محسن فلك الأجر و الثواب و إنما الأعمال بنياته و الأمور مقاصدها فلما كانوا قد أذنوا لك بذلك فلا إثم عليك و لا حرج أما في حال صغرهم و قبل بلوغهم فإن حفظك للمال كان واجبا عليك فجزاك الله خير على القيام بالواجب الشرعي حسنتم شيخ خالد ورد سؤال ما هو الميراث يقول هل هو فقط مال أو يعني شيء الميراث في أصل هو ما خلفه الميت بعده من مال هذا هو الأصل و هذا المال الذي خلفه الميت أو حق كذلك الاستحقاق يغرث على الميت أو اختصاص كذلك إذا كان له اختصاص بشيء معي فإنه يغرث على الميت و هذا الميراث يستحق بثالث أسباب أسباب ميراث ثلاثة كل يفيد ربه الميراثة و ينكاح و ولاء و نسب ما بعدهن الموريث سبب ما بسبب النكاح و هي الزوجية أو بسبب النسب و هم الأصول الأباء و الأمهات و الفروع و الحواشي على ما يتبعنا و مفصل بيانه في كتب أهل العلم و كذلك الولاء و هو المعتق إذا أعتقى رقيقا و عبدا و لكن الحقيقة ثم تشيء من الميراث ينبغي أن يُعنى به عناية تفوق العناية بالمال وهي أن العلماء ذكروا أن لكل قوم وراثا فلعلماء وراث و للصالحين وراث و للشياطين وراث و لذلك جاء عند الطبراني في حديث الحسن و شخل الباني رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه و أرضاه قدم على السوق فرأ الناس و كانوا مجتمعين في سوقهم فقال ويحكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم و أنتم في السوق فهرأ الناس و ذهبوا إلى السوق فلما أتوا إلى هذا السوق لم يجدوا شيئا و لدوا قوما في حلق يتعلمون العلم فقالوا ذهبنا و قد انتظرهم في رجوعهم و لم يجد شيئا قال الذي رأيتموه ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فهي الأنبياء لم يورثوا دينار و لا درهم و إنما ورثوا ماذا العلم فأنا أخذ بي أخذ بحظ وافر و خير ما يورثه الأب لأبنائه الأدب الحسن قال عليه الصلاة و السلام ما نحل وارد نحلا لولده خيرا من أدب حسن إن خير ما يورثه الأباء لأبنائهم هو الأدب و الخلق الحسن هذا خير من تأثير الذهب و الفضة و الأموال و المناصب أن يورثهم هذا الأدب و الخلق الحسن أحسنتم هذه الوصية الجامعة و والله يا شيخ خارد ما أحوجنا إليها لن كثير من يعني نقول إن شاء الله قلة من الأباء من يورث ابنه هذا الأدب الذي يعني سوف ينفعه بعد موت هذا الأدب خصوصا في الصغر فإن الأغصانة إذا قومتها استقامت ولا تستقيم الخشب أما الخشب إذا كبرت فإن يصعب أن تقوم و إذا ينبغي الأب أن يعنى عناية تامة بأن ينحل أبنائه هذا الأدب الصالح و يجب أن يعلمهم أحكام المال و أن يبين لهم هذه الأحكام حتى لا يحصل لهم نزاع بعد موته و أن يعلمهم المقصد الشرعي من المال كما قال حلم سيب لا خير في من لا يجمع المال يصون به وجهه و يصل به رحمه إذا كان المال واصلا للرحم فأنك اليوم ترى ربما تريد أن تهدي هدية الذي يردك في بعض الأحيان عدم وجود ماذا المال نعم ربما يريد الأمر أن يصل به أن يصل الرحم فلا يد مالا و إذا وجد مالا كان من أكثر الناس صلة و يهدي و يتصدق و يجمع أقاربه و يجمع أهله و يتمتع فيما أحلى الله لك نعم و يستطيع أن يأتي بإخوته و أمه و أبي لما كنت يشاء بهذا المال فإذا كان المال سببا لقاطعة الرحم لم يكن محوما في الشريعة و للأسف اليوم في مجموعة من الناس أصبح المال لأجله تقطع الأرحام اللهم استعال و ما عاد المال على الوجهة الشرعية أصبح على الوجهة الشيطانية أصبح به تقطع الأرحام و لأجل المال أراق كثير من الناس ماء وجهه و إن كان الأصر في المال أنه تصان به الوجوه و لأجل المال بخل كثير من الناس أو بعض الناس على رحمه و لذلك فإن العلماء رحمه الله نصوا على أن هذا المال و هذا الميراث حق للورثة بعد الموت أما في الحياة و هذا يقود إلى مسألة و إلى فعله بعض الناس يا أبا عمر نعم أنهم يقسموا الميراث قبل الموت نأخذ هذه المسألة الدكتور بعد الاتصال نعم تفضل لأنه تحتاج تهسع فيها معنا اتصال الدكتور محمد من المغرب أهلا و مرحبا بك دكتور محمد أهلا و مرحبا حياكم الله دكتور محمد نحن في برنامج زاد الأسرة ضيفنا الدكتور خالد الجريسي نعم فضل الدكتور مبارك الله فيكم حياكم الله تعالى حياكم الله دكتور عندي هنا مداخلة لأهمية السلح بين الإخوة في مسائل الميراث جميل فقضية الميراث هذه هي قضية خطيرة جدا ولهذا أولاها ربنا عز وجل أهمية كبيرة وعناية تفصل في آيات الإخ بحيث تحدد لكل مستحق نصيبه وبالعجل هذا الذي عندنا في آيات الكتاب العزيز نعم وبلا شك فإن من اعتدى في القسمة فستكون عواقب ذلك ستكون عواقب وخيمة في المجتمع فكيف إذا كان هذا الشطط حاصلا بين الإخوة لا شك أن هناك سيكون هناك قطعة رحم ستكون هناك عذاوة في هذه القضية أنا أمس كنت أتحدث مع زميلي قسموا فيما بينهم أرضا والعجيب في الأمر يعني قلت هل أحذرتم عدلا من دلكم على هذه القسمة حتى تكون صحيحة قال فقط قسمناها بنفسنا قلت كيف قال حددنا حدودا للأرض وعطينا لكل واحد بحسب رضا قلت والنساء وكذا قال كل واحد مسألة هنا تقع وأن غالبية النساء يظلمن في حقوقهم كم من قسمة جرت عداوة بين الإخوة والخطور في الأمر أن الآن بحمد الله وسائل يتصل موجودة يتصل بالشيوخ يستعان بطلبة العلم فالنساء يعرفنا بعد القسمة بأن نظلمنا فيريد نسترجع الحقوق هنا تصبح مشاكل بين الإخوة عداوة قطيعة رحم ولهذا يجب على الناس خاصة في هذه المسائل أن يرجعوا إلى أهل العلم من أجل تحديد الميراث من أجل القسمة بالعدل فإذا كان الله تعالى أوصانا بالأخوة لما المؤمن إخوة فكيف إذا كان هذا الأمر خاصة بالإخوة الأشقاء لا شك بأن هذا يصبح آكدا و القطيعة الرحيم هذه المحررة و لابد للناس أن يستقوا الله تعالى في الميراث و بارك الله تعالى فيكم و الله تعالى أن ينفع بعلمكم شكرا شكرا دكتور محمد على هذه المداخلة و شكر الله لك لأله تكلم في جانب همية الصلح و الله سبحانه تذكر ذلك في القرآن لا شك أن الصلح في الشريعة مرغبون فيها الله تعالى قالوا الصلح خير و بين أن أن أنفس احضرت الشح فالأصل في نفس بني آدم أنه شحيح في الحق الذي له ولذلك رغب الله تعالى في الصلح ترغيبا كبيرا و كما أشار الدكتور بارك الله فيه أن الصلح بين عمو المسلمين مرغبون فيه فكيف بين الإخوة إن كان الصلح لمكانته في الشريعة يوجر عليه الفاعل ولو لم يكن من له نية لأنه من أفعال متعدية بل إن الله تعالى قال لا خير في كثير من أجواهم إلا من صدقة و معروف و إصلاح بين الناس فالإصلاح بين الناس مطلب شرعي و لذلك إذا حصف الأسرة أمرا يحصر الشقاق و النزاع فبعثوا حكم من أهله و حكما من أهلها و ينبغي لمن أراد أن يصلح أن يُعنى بالنية الصالحة يريد إصلاحا يوفق الله بينهما و الصلح بين الورثة هذا مطلب شرعي و الأصل أن لا نحتاج إلى صلح الأصل أن يقوم الورثة بالحق الواجب عليهم شرعا بإعطاء كل ذي حق حقه و أن يعلموا أن هذه فريضة من الله و الله تعالى قد بيّنها و أكد حكمها حسنتم دكتور خالد دور الأخ الأكبر لم تشتت الأسرة دور في الإصلاح دور في همية تأليف القلوب لا تنافرها نعم نحن ذكرنا في أول أمر أن بعض الناس قبل اتصال الدكتور ربما يقسم الميراث قبل موته و هذا قد كرهه العلماء و إن كان جائزا هو يأتي و يقسم على غير مراد الله و على غير قسمة الله فهذا آثم أما إن قسم ذلك على مراد الله فإنه ربما احتاج إلى هذا المال و لم يجده بعد ذلك فإذا ما مات الميت فإن كبير القوم عليه حق و صغير القوم عليه حق فرما كان الكبير أخا و رما كان الكبير أبا إذا كان الميت ابنا و رما كان الكبير عما إذا كان هو العاصب و ليس ثمة إخوة فكبير القوم عليه حق و صغير القوم عليه حق أما الكبير فعليه حق أن يقوم بما أتاه الله تعالى من هذا المكان و هذا الجاه و أن يعطف على الصغير وأن يرق عليه وعلى الصغير حق أن يقوم بإجلاله وتقديره لأنه ربما كان الكبير قائما بما وجب عليه لكن يكون الصغير لا يقوم بتوقيره واحترامه فعلى الكبير أن يجمع شتات إخوته وعلى الصغير أن يراعي إجلال وتقدير أخيه الأكبر بها تجتبع الأسرة وتكون أسرة منتظمة وإذا ما جئنا لمسألة الميراث على وجه الخصوص فإن الكبير عليه الحق من حياته ثم بعد مماته ولذلك كان معاوية رضي الله عنه مرة قد غضب على يزيد فدخل عليه الأحلف بن قيس فقال يا أبا بحر ما تقول في الأبناء قالهم ثمرة فؤادنا وعماد وغورنا وقال لأجلهم نخوض كل كريهة وقال فنحملهم سماء ضليلة وينبغي أن نكون أرضا ذليلة ثم قاله فأعطهم ولا تمنعهم وأثرهم ولا تؤثر عليهم قال ويحبوك ويودوك ولا تقص عليهم فيكرهوك فزد عليهم فقال يا أبا بحر قد دخلت علي وكان كنت غضبان على يزيد فراضي عن يزيد ووصله بألفي دينار وكان منه خيرا فالأكبر أبا أو أخا يبغي أن يسعى بحلمه و بماله و بعقله و بخلقه من كان صغيرا فإن الأصل أن المرء إذا عركته الأيام و طال عمره أن يزيد عقله و أن يزيد حلمه و هذا يجعله أكثر رفقا و عقلا و تعقل من كان أصغر منه أحسنتم دكتور خالد لعلنا هناك مشاركات وردتها من الإخوة و الأخوات المشاهدين و المشاهدات نطرحنا السؤال التفاعلي ما هي الإجراءات التي تمنع الخلافات العائلية في الميراد يعني الأخت أسما ذكرت أن يعطي كل ذي حق حق كما أنزل الله و لا نزيد بخاصة النساء و الإخوة الصغار دائما تضيح حقوقهم و لا حول أقوة الله ذكرت ذلك دكتور الأخت السعودية قالت المعرفة و التفقه فذلك الأمر و مخالفة الهوى و الخوف من الله و أعطاك كل ذي حق حقه و أيضا قالت و الأدب صحيح كما ذكرت دكتور هل لك من تعليق في هذا؟ لا و علاق فقط على أعطاك كل ذي حق حقه و لا نزيد جميل ثمة أقوام الأوصية يحرصوه على أعطاك كل ذي حق حقه و لكنه بجوان الحق كما شار الدكتور ينبغي الرجوع له للعلم ربما كان المرء وصيا على يتيم فيطلب اليتيم بعض الأموال و فيمنتنع من أعطائه المال و ظن منه أنه بذلك يحفظ له المال و هذا رميكم من الجهل و الخطأ فإبن تيمية رحمه الله أشتار المسالة ذكره المام من قبل و رجح الجوازة فيه و هي فيما إذا كان اليتيم له مال و أراد معلوم عند العلماء أن الوصي لا يتصدق من مال يتيم لماذا؟ لأن الأوصى أن يحفظ له المال فإذا بلغ اليتيم و رشد هو يتصدق من ماله فإذا كان يتيم في عيد أضحى و رغب أن يكون له أضحية هل الوصي أن يضحي اليتيم من ماله اختلف العلماء في هذه المسالة اختار بنتيمية رحمه الله الجواز و قال في ذلك تطيب لخاطر اليتيم و ذلك لما قال بعض الصغار يضح حقهم و قالت الأخت و لا نزيد بل نزيد إحسانا فنحن قعدنا قاعدة العدل واجب و الإحسان مستحب فإذا كان في الإعطاء مزيد من الاستحباب فإن ذلك جائز و أذكر أن أحد الألخوة يقوم على أيتم و فيه ورع و دين و صلاح فربما طلبت الأم بعض الإصلاحات للمنزل فيتورع من إعطائهم ذلك فيقول هذه الأثاث و هذا الأثاث و هذه الفرش التي يطلبونها فيها رفاهية و أنا مطالب بحفظ ماله فكان يمتنع من إعطائهم فلما سألني قلت له هل جعلت لأبنائك مثل هذه السرور قال نعم قلت إذن هي حلال على بنيك إسراف لهؤلاء الأيتام ربما رأى الأيتام هذه السرور و الفرش عند بني عمهم و عند قرابتهم فكسرت نفوسهم فيكون من إحسان المال لليتيم أن يعطوا مثل هذا المال جبرا لخاطرهم فإن العدل والحق ينبغي أن يرجع فيه العلم و حقيقة أنا أشهد ما قال الدكتور هو الرجوع لأهل العلم حسنتم نعم و عمر رضي الله عنه المحدث الملهم لما جاءه المال في خيبر قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا مثله قط ما ترى أنا أصنع به قال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها و سبلت الثمرة قال علماء في هذا الحديث فائدة و هي أن المرء إذا أراد أن يتصرف ينبغي له أن يرجع لأهل العلم و عمر لم ينقصه علم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح رأى رؤية و رأى أن عمر رضي الله عنه شرب من لبن حتى خرج الري من أطفالي فأوله عليه الصلاة والسلام بالعلم و مع ذلك يستشير عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن كان لهم مراث لمن كان وليا وصيا أن يعود في كل مسألة لأهل العلم ليدلوه على طريق الخير من الطريق الذي لا يدلهم على الخير أحسنتم دكتور خالد لعلينا نأخذ تعليقات سريع حتى وقت الحلقة علي يقول معرفة تام بوردين حليف كما ذكرت دكتور رحكام الشريعة مخافة رب العالمين أيضا ركز على إعطاء كل ذي حق حقه أم أيمن تقول التسامح يجب أن تجاوز الناس عن مظالمهم أم أيمن كلام جيد والعرب تقول ما استقصى كريم الكريم لا يستقصي والذي يستقصي في حقوقه سيكون بغضة لكل من كان معه وهذا تنبيه جيد حقيقة منه اختزار الله خير ما شاء الله سوء تقول قسمه حسب أحكام الشريعة حتى لا يظلم أحد و الله تولى التقسيم بنفسه جل وعلا و إن كانت ماك وصية مكتوب بقسمة عادلة فهذا الله أفضل حسب تجارب كثيرة عشناها تفاديا لقطع الأرحام الوصية بالميراث ليست ضرورة الوصية في غير ما يورث أما الميراث يبدو تقصد تقسيم قبل الموت التقسيم قبل الموت مكروح حقا نمر بما يحتاج إلى ماله لكن تقصد الوصية بمعنى بيان الأموال بيان المال هذا أمر جيد ربما يخفى بعض المال على بعض الورثة فيحصل نزاع لكن بيان المال أمر مطلوب أمر جيد دكتور الحديث ذو شجون طويل نحن نريد أن نختم معك بوصية جامعة لمن دب بينهم خلاف بسبب هذا المال ماذا تقول لكل أسرة حدث بينهم الخلاف وقد وصلوا يا دكتوران إلى المحاكم تجد الأخ يقف أمام أخيه في شك وأمور مالية الحقيقة لا واعظ أفضل من كتاب الله عز وجل و لا ناصح أفضل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و إن كان من شيء نذكره لإخوتنا لدب بينهم الخلاف لأجل المال أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه و عليه و صحبه و سلم معالجته لأمر قد كان المال فيه سوى للعداء و للخلاف فإنه عليه الصلاة و السلام لما اتجه من فتح مكة إلى حنين قد أخذ غنائم كثيرة و قسمها عليه الصلاة و السلام على مسلمة الفتح و كان هؤلثين أسلم فتح مكة أصحاب المئين كما يسمون العلماء أعطاهم النبي صلى الله عليه و عليه و سلم إبلا و بقرا و غنما و لم يعطي الأنصار فقال الأنصار قالوا أعطى الغنائم لقومه و سيوفنا لم ما زال الدم فيها من دماء قريش فبلغت النبي صلى الله عليه و سلم هذه المقالة فقال يا معشى الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم ثم بيّن لهم النبي عليه الصلاة و السلام أنهم لو شاءوا لقالوا و أتيتنا طريدا فأويناك و ذكر فضائلهم ثم ذكر فضائله عليه الصلاة و السلام و قال كلمة هي المعيار الذي يدى أن نبينه قال عليه الصلاة و السلام أغضبتم على لعاعة من الدنيا لعاعة هي النبتة تنبت في الربيع كم تمكث يا أبا عمر شهر شهرين وتنتهي نعم الأخوة هو حبل ممدود و المال لعاعة تبقى شهر أو شهرين لا تقطع حبلا طويلا لأمر ما أسرع ما يتلاشى و كن عاقلا حكيما و الله يتولى الصالح سبحانه وتعالى الدكتور خالد بن عيد الجريسي رئيس قسم الشريعة بجمعة أم القرى شكرا لك على هذا الإضاح و على تلبية قدابة البرنامج العفو و شكرا لكم على إتاحة الفرصة لمخاطبة أحبتنا و إخواننا جميعا و نسأل الله عزيزي أن ينفع و يبارك في هذه اللقاء و يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا و شكرا لك على هذا الأداء الجيد و لصدافة الحسنة الله يسعدكم و لعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة نسعد بصدافتكم الله يسعدنا بارك الله فيكم الله يسعدكم الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن مشاهدتكم و مشاركتكم معنا يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم إلى الملتقى في كل حين نستودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة